السلام عليكم أصدقائي الأزائي الزواج هو أكبر خطأ يرتكبه الإنسان أقول نحن كما يبدو لسنا بشرا بمعنى الكلمة نحن مجرد أجساد مقموعة نخترق نسيج هذا العالم الشفاف بحيث أصبحنا نرى العالم بثياب إمبراطور فاخرة هو في الحقيقة إمبراطور عاري تماما ولا يرتدي أي شيء هذا الأمر رح نكتشفه عندما نرى وردة مثلا أو نتمشها في غابة أو في حديقة عامة نحن ما نفعل أثناء ذلك أي شيء إلا أن نذكر قدر من المستطاع طبيعتنا المفقودة يعني بأننا صورنا العالم في أسجة وجعلنا الطبيعة التي لا نستغني عنها بعيش كم أشكال يعني لا نستغني ولو ثواني عن هوا هذه الطبيعة حولنا هذه الطبيعة إلى مكان محاصر أو سيجنا وقوله بنا هذا الشيء إنما أصبح العالم وأصبح عالمنا الخاص هو العالم الذي نعتقد أنه الحقيقي بينما العالم الحقيقي هو أن نعيش ضمن الطبيعة وليس نضع فاصل بيننا وبين هذه الطبيعة التي كان مردودها أنها أصبحنا نفقد طبيعتنا الأصلية أو طبيعتنا الطبيعية كما يقال يجب أن نذكر هنا أن الأمر الذي ستحدث عننا لا يتعلق بالحكام ولا بالكهنة إنما يتعلق بهذه الغشاوة التي ما زلنا نرى بها العالم ويجب أن نرفع هذه الغشاوة بالتالي ما نراه هو مستعار ولا يؤود لنا لأننا دمرنا أنفسنا بقيم يعني يبدو سرية أو غير مؤلنة أو لا نشعر بها هذه القيم هي قيم فاسدة يصبح دائماً في صالح الاقتداء والإدعان والامتثال والتجنب إلى آخره نحن بالتالي ما ندرك العالم مثل ما تدركه الزهور والأطفال حتى القطط النائمة تشعر بالعالم بطريقة أجمل معنا بكثير منه يجد النوم أو اليقظة مثلهم يعني مثل الطفل الصغير منهم مرتاح باله ومسترخي بطريقة مذهلة مثلهم نحن فقدنا هذه الاستجابة الطبيعية ويفترض بنا أن نغار بشدة منهم ونحاول نتشبه بهم ونختدي بهم وليس أن نختدي بمن يجعلنا أشداء وقاسي القلوب الغيرة هنا مفيدة جداً أعتقد أن تعلمنا كيف نعود إلى طبيعتنا ونرى العالم دون غشاوة مزيفة الزواج واحدة من هذه الأشياء الخطيرة اللي أحب أتحدث عنها أنا أشوف أن هذا الزواج كمؤسسة إنسانية هو أكبر خطأ يرتكب الإنسان يعني لو أحنا افترضنا بأن هذا الزواج غير موجود كيف سيحدث؟ أنا متأكد أغلب أعمال المحاكم والمعابد تتوقف فوراً سنتخلص من ما لا يحصى من الأفلام والمسلسلات والروايات السخيفة والقصص المآسي بين الرجال والنساء والعوائل والخلافات معظم مشاكلنا خاصة كمجتمعات شرقية 90% مشاكلنا تختفي مشاكل هذه العوائل والأبناء والمراهقين والمراهقات وقضايا الثأر والشرف وهذه الأمور كلها والحجاب والصحيح والخطأ والحلال والحرام هذه كلها تنتهي إذا ترون لكم مجتمعات الغربية المتقدمة هذه المشاكل مع المجتمعات يعني لا أبالغ الأقل 90% منها لا موجودة لا موجودة فقط في الحياة اليومية أو المحاكم حتى ما موجودة في الأعمال الفنية عندما ترون أفلامهم ترون مسلسلاتهم الغربية لا أعطوا هذه المشاكل التي نقشها كل واحد يحر في نفسها ويتصرف كما يشاء ويتم احترام مع احترام الآخرين ربما سيقول الباحث أنه ما هذا الحقيقي يا رجل يعني أنت تحدث عن الزواج وأكبر خطأ يرتكب الإنسان قل بسرعة الأبارة أنت تريد تنشر الفوضة الجنسية وتريد تسوي مشاعية جلسية بين الناس هذا طبعا كلام خطأ وإدعائي نشر الكهنة والقضاء والسياسيين والحكومات لأن مصالحهم كلها مرتبطة جواريا بمؤسسة الزواج بل أن هذه المؤسسات توجد لولا فكرة الزواج يعني لا توجد علاقة بالتالي بين المشاعية الجنسية والزواج الزواج شيء آخر ما لا علاقة الزواج هو مو قضية جلسية يعني أكو فهم مخطوء هم قالوا الزواج لي حل المشكلة الجنسية لا لم يكن أصلا مشكلة جنسية المشكلة الجنسية أصلا هي نفسها مختلقة وغير طبيعية بالتالي الزواج ليس حل المشكلة جنسية لأنه كما قلت أصلا ليس مشكلة جنسية الكائنات جميعا تمارس الجنس بشكل غريزي وحتى تربي صغارها وأولادها بالغريزية أشد ويشوف الأب والأم والثنين محارسين على أولادهم بشكل غريزي ما يحتاج لا مؤسسة ولا يحتاج أي شيء بالتالي أنا أشوف أن الصداقة بين رجل ومرأة هي أعظم هبة في الوجود يعني أنا أعتقد بأن الصداقة هي أكبر من الحب أو أهب من الحب والذي عادة ما ينشر الرجال الدين ورجال المجتمع أو الواصل المتنفذين دائما يتغاضون عن قضايا الحب رغم أنه يستغرب مراتك الكارش ومهير بال لماذا؟ لأن الحب هو يخدأ الناس ويجعلهم يزوجون لكن أعطهم حدود للحب الحب ليسر قبل الزواج إنما بعد الزواج فهذه المسألة دائما يحاولون يراقبوها حتى يستمر تكاثر البشرية لأنه ما رح ينجح أي شيء إذا الزواج ما أدى إلى تكاثر البشرية إذا رحلنا العلاقة بين الصداقة والحب رح نكتشف أن زوجين القدماء زواجهم ما رح يستمر على الإطلاق إلا إذا نشأت صداقة بين الزوجين بمعنى المعنى أن الزواج أصبح كمؤسسة ليس مهمة والمهم أصبحت الصداقة بين الطرفين هي المهمة يعني يتضبط الصداقة مع شريكك الشريكك في العمل هو نفس الشريكك في الحياة شريكك أو جارك فهي تجمعك بينك وبينهم الصداقة وأيضاً تجمعك الصداقة بزوجتك والذي اسمها الرسمي زوجتك لكنها بالحقيقة هي صديقة لأنك أنت مستمر بها وعايش بها ولا تستغنى عنها لأنك تعودت عليها وهي تعودت عليك وتنشأت سواء تتعاونون سواء بكل التفاصيل فمن هنا نكتشف بأن الزواج هو أكبر خطأ يرتكف الإنسان وعادة نغيش نفسنا لما نقول أن هذا الزواج ناجح الحقيقة هو ما ينجح بين اثنين إلا إذا تخلوا عن صفة هذه الزواج الشرعية بينهم أي يعني ينزعون هذا زي الزواج القبيح عن روحهم ويرتدون زي الصداقة اللي ما يعرف إلا المحبة الحقيقية والودي المتبادل فحتى لوح يعني لون لاحظ حتى إذا حصلت مشكلة بيناتهم لاحقاً فهي بسبب بقايا القيم التي زرعتها مؤسسات الزواج في نفسنا مثلاً رجل عاشر أمرأة أخرى وكتشفت الزوجة المغدورة الأمر طبعاً ستحترق الدنيا بيناتهم وهذا وهم لأن المشكلة بمعاشرة الرجل لأمرأة أخرى يعني أين المشكلة يعني لا عاشر رجل أمرأة أخرى أو مرأة عاشرة رجل أخرى ما لا تتقلب الدنيا بالأعكسانة تشوف أمر مفيد وضروري لدرجة أنه يجب تعلمه وتعليمه ونشره يعني خلي تروح لديك صديقة أو كذا خلي تروح مع رجل أخر أو تنام مع أمرأة أخرى هذه قضية ما لها علاقة بالزواج إحنا ممكن نعود لأن حياتنا مشتركة لأن رح نشوف بعضنا مستوى آخر يعني ما رح نكون مستوى الألاقة بيني وبين شريكي في الحياة هو يعني 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 ما رح نشوف ما رح نشوف ما رح نشوف ما رح نشوف أن هذا الموضوع الجنسي هو المستوى الأساسي الوحيد الذي يربطني بهذه المرأة هو حياة مشتركة أفكار مشتركة يوميات مشتركة تعاون تبادل منافع تبادل أفكار تبادل مهمات تبادل يعني واحد يكلف الثاني بأشياء يعتمد على آخر اعتماد متبادل تعاون مستمر هذا مو الجنس الجنس هو الجزء صغير من الأجزاء التي يجب أن تكون موجودة بين الرجل وأمرأة وهذا الشيء الطبيعي أما يعني أن يكون التغيير ممنوع تغيير على أي مستوى ممنوع فهذا ما رح نحول المستمع إلى قالب متكلس وما عادي من المعنى ربما رح يقول البعض لا أنت رح تروج مفهوم الخيانة يا ديوت وما إلى ذلك أقول له لا انتظر مفردات الخيانة والديوت والديوت وأمثالها ما يحق لك تطبيقها على واحد غيرك هذه المصطلحات وضعت في رأسك وصدقت بها لكن لا تخصني أنا عندك صديقة مثلا أو حبيبة ما الذي سمح بهذا الشيء هو حرية اختياري المرأة وهذه الحرية لا يمكن لأي دين أو مؤتقد أو قانون سلب هذه الحرية من عندي كلها جميعا وضعت حتى للتحكم بحريتي إلى أبعد حد ممكن وهذا بالمناسبة هو سبب يعني الجنس بالتالي والحب ومشاكل لا علاقة لهم مباشرة بالصداقة إنما العلاقة لا تنجح إلا بشرط وسيوط صداقة ومودة وتفاهم الصداقة هنا تصبح وسيلة وليس غاية أي تصبح وسيلة مفهومية بهدف تحسين شروط الحياة وتبادل المنافق والأفكار والأشياء بين اثنين أو جارين أو حتى بين الشعبين أو دينين أما الجنس والحب فهما غاية نحن نبحث عنها وهذه الغاية تنقضي قد ما تتحقق سواء بعد قليل أو حتى بعد ألف عام من هنا القضية وهنا أرجو أن واحد يفهم وجهة نظري المستقبلية ليس عن الواقع لا أقول الواقع لكن مجرد أن نفكر بالقضية تحويل الجنس بالتالي إلى وسيلة لم يحدث بسبب نظام الزواج وليس العكس يعني لم يحدث الزواج حتى ينفذ الجنس لا هو الجنس أصبح وسيلة لتبرير نظام الزواج محاجة الناس بالتالي لشراء الجنس وتحويله إلى بضاعه ما هو الدائر إذا لم يكن هناك مضومة للزواج يعني أصلا أن انتشار الدعارة وانتشار الفساد الأخلاقي هو بسبب الزواج يعني 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 مو بسبب أنه يمشي غلط لا وليش ومك غلط أصلا يعني واحد يمارس الجنس مع شخص امرأة تعجبة مثلا فأنت ما رح تجي تقول علي هذا فساد لأن الزواج بالتالي هو المتهم هو أصل البلاء هو أكبر مصنع لإثارة المشاكل وتدمير لذة والحياة البسيطة الجميلة اللطيفة وهذه المشاكل البصيبة بها مشاكل تتوالد وتنشطر إلى ما لا نهاية بعضها رح يتعامل مع الزواج مثلا مع الزواج يعني يتحول الزواج إلى مؤسسة أو منظومة تجارية ودينية وتكاثرية وحتى كمية تاريخنا يكمل ونحن نسمع من قرون من آلاف السنين مشاكل تعدد الزواجات وهذا النقاش الذي لا ينقضح حولها فضلا عن الزواجات السرية أنواع الزواج الزواج جائز والزواج غير جائز وهذا الزواج شرعي أو غير شرعي وهذا طبعا تفتح الصفحات التواصل ستجد حديث لا أول إلا ولا أخر عن هذه القضايا والبعض يقول لك لا وهذا الشرعي وهذه القضايا ما صارت إلا بسبب اختراء فكرة الزواج هيا كل المشاكل يعني يعني عطلت الزواج خلق هاجز بين البشر بين أنا وصديقي مثلا اللي أدى زوجة وأدى أولاد وأدى أبناء وأبنات يخشى من أندي خاب أنا أتحدث مع زوجته وحبيبته أو بنته يقول لك لهذا خطر من أخلق هذه المشكلة هذه المشكلة خلق هذه نظام الزواج نظام الاجتماعي الصارم يعني 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 أنهك الحياة وحولها إلى عملية صراء مستمرة حول القضايا هي طبيعية جدا وهي أن كل إنسان من حقها بيت مثل ما يأكل ويشرب يمارس الجنس هذه القضية كل هذه ما راح تلقى لدنيا مارس الجنس ما أمرأة أو تحبها أو حتى المراهب هذا مارس الجنس بالعكس تضطي خبرة ويطلع على جسد المرأة ويكتشف هذا العالم الجميل ومع الوقت سيدرب ويدقن في نون الحياة وفي نون الحب وفي نون الجمال وفي نون الحب وفي نون الحب والذوق يصبح أدرهافة بالذوق وأدر أناقة بالسلوك والتصرف والتعامل مع النساء حتى يبدأ يحترم الآخر مهما كان أي سواء كان مرأة أو طفل أو يفهم العالم يصبح جزء من العالم ما يصير بيننا وبين هذا العالم حاجز بيني وبين بنت بنت المنطقة أو البنت التي تعملها بالشركة أو بالسوق أو البنت التي يوجدها بالجامعة أو أنا بالمتوسطة أو بالأدادية أو بالسدائية أو أنا فهذا هذا سلوك مرضي أي إنسان لديه قليل وعي ينظر إلى هذا المشهد بغض النظر يضع المقدسة على صفحة ويرى أن هذا المشهد مطبيع هذا المشهد مرضي المقدسات وضعت حتى تبرر هذا السلوك المرضي وعكس المقدسات الأقصد الإسلامية معظم المقدسات في المجتمعات القديمة هي هكذا دائماً تضبط العلاقة الاجتماعية وتضبط العمليات الجنسية بين الأفراد لأنها كانت أساسية الآن ما عادت هذه القضية أساسية الآن السؤال ماذا عن الحب الحب أنا نشوفه مشاعر دائماً نحتفي به كما قلت ونشجع عليها جميعاً حتى الأهل أكثر الناس تشدد يشجعوها وإنما نروح نسمع غالي الحب والمحبين ولوعة الأشاق يعني اكتب أي كلمة عن الحب راح تلقى عشرات اللايكات بدون حساب أي أن المجتمع بالتالي يشجع على الحب وهذا أمر لازم يثير شكوكنا ليه جميع المجتمعات تستنكر الجنس وتعتبر أمر معيب وسري بينما تشجع علينا على الحب السبب واضح وهو أن الحب يشجع على الزواج أي انخراط منظومة هذه الألاقات السلطوية اللي يسيطر عليها منه هما سادة القوم وأهل الحل والعقد أو أولياء الأمور كما يستسمى عندنا هناك أكو حيلة ثانية دائما نتصور للجميع بأن المرأة هي عاطفية أو أن الرجل مو عاطفي الحقيقة عكس هذا تماما أن النساء أكثر عقلانية من الرجال بكثير يعني منه أكثر جنون وعاطفية من شبابنا وأدوانية وأقله شايتين تلقى صار جمرة من نار ممكن تشوفوا الإحصاءات عن مدى عاطفية الرجال ومدى عقلانية النساء وصبرهم واستعداتهم المطاولة والتأمل بروية المرأة بالعكس متحفظة طباحة حتى بالمستمعات الملفتحة والمتحررة يعني جدا هي متحفظة ودائما يسيطر على مشاعرها بدرجة أكبر من الرجل بكثير الذي يندفع بجنوب الألاقات العاطفية أكثر بكثير هما الرجال وليس النساء الذي يشك عنه يعني يقول خليه يطلع الإحصاءات يعني شبتها ما احتفظت بها الآن أسطورة الحب التالي يؤكد اكتشاف المحبين الحقيقة بعد الزواج وهي أنهم خدعوا خدعة لا نظير لها ولا مثيل المشكلة هنا مع الحب نطبق الآلية العقلية المعتادة نفسها والتي نستعملها مع مفومي الدين والزواج فماذا نفعل؟ نجرم الذين يمشون طريق الحب ونبرق ذمة الحب نفسها من الجريمة يعني نقول الخطأ فيهم وليس في الحب يعني هم أخطأوا فهم مشاعرهم وما بدلوا جهد أكبر للتفاعل في ما بينهم هنا شي يسوون البشر يطلعون من سلطة مزيفة إلى سلطة مزيفة أخرى وكأنهم في دوامة يعني مثل وعد يقولك هذا مو الدين الصحيح هذا وكأن ما هناك شيء دين صحيح موجود يعني الحب والمحبين الحب هو مفهوم كلمة يعني يعني ما ممكن تقول إنه مثلا فاكهة الفاكهة ما تقدر تقول يعني أكو فاكهة تطيني فاكهة تروح لأبو البقال يقول لك شو تريد أي فاكهة يقول لك شو تريد أي فاكهة يقول لك لا تريد فاكهة هذا اسم عام على قضية لها تجلياتها مثل العنب التفاح وهكذا الدين هو مفهوم عام يطلع مننا مذاهب يطلع مننا أفكار يطلع مننا تعليمات يطلع مننا أعراف وهكذا يطلع مننا نصوص مقدة وهكذا فما نقول إنه الخطأ فيهم وليس في الحب يعني هذا اللي نقوله ونبدأ نحاول نقلب الحقيقة ونتغافل أصل المشكلة النتيجة مجتمع ربع مطلقات معنا هذا نحن بدرجة الاجتماعية عندنا وأطفال لا يوجد أحد يعرف مصيرهم يعني الناس ستقضى عمرها هم يتقلقون ذهاباً وصعوداً ويدحرجون ذهاباً وصعوداً بين ثلاث دوار دائرة السلطة والدين إلى دائرة الزواج إلى دائرة الحب وإلى يوم الدين يعني هذا أي مصير أسود وسيء أن الناس تعيشة وما زالت تعيشة ويجب وضع حد إلى أنا ما أقول أن هذا كلام يتطبق الآن لا، ولا أقبل أن يتطبق الآن على نسول على أهلي ولا أهلي لكن أنا أقول أنه يجب التفكير بعمق لهذا الموضوع من شروط هذه نتيجة نتيجة مجتمع أغلبها مطلقات ومطلقين وناس في حالة ارتباك اجتماعي ثغرات اجتماعية لا أولها ولا آخر وهذه تولد أشياء أخرى لا يوجد داعي أحد يشرحها الخلاصة الحب خدعة ضرورية يمارسها جميع أفراد المجتمع وفائته هو بالنهاية تجيئ على تجيئ اللساء والرجال البنات والبنين على إنجاب الأطفال ومن شروط هذه الخدعة أنه يمنع الاتصال الجنسي قبل الزواج وهنا يحدث الخلاف في الآراء بعض المجتمعات يتزوج أفرادها دون حب وطبعاً هذا المفارقة أصبح أمر مستهجن يعني الآن قليل قلت الزواجة دون حب شنو التقليدي بينما مجتمعات أخرى تفتح أو تمنع فترة شرائية للخطوبة ويعني يتعرف بها التزوج على زوجتها المقبلة أنا أعتقد أن أي إنسان منصف ينفي آثار الزواج السلبية الخطيرة والتي هي ما قادة تقارن بحسناتها المزعومة والتي هي ما تنتسب إلى بالضرورة هذه الحسنات لا تعود للمنظومة الزواج نفسها السؤال قلت تعود للمنظومة الصداقة التي تدخل تعالج الموضوع والتي نحن خلينا عنها من البداية السؤال الآن إن كان هذا النظام بهذا السوء لماذا لا ننتخلص منها؟ جوابي اللي أعتقد أننا لا نمتلك حد الآن حق العمل بنظام آخر وما عندنا حرية اختيار النظام الذي كل فرد يرى مناسب ومريح إليه نحن بالنتيجة مجتمعات تتنوع أشكال ممارسة السلطة داخلها وهذه الأشكال السلطة متنوعة جدا وتبدأ من السلطة المباشرة المؤلنة وما تنتهي بسلطة رجل الدين وسلطة المعلم على أطفالنا وسلطة الأب والأم والأخ والعشيرة والقبيلة هذه كلها سلطات غامضة حتى اللغة أيضا لها سلطة عليها كلها سلطات غامضة تمنعنا من البحث عن بداء الماجحة وهذه نتاج طبعا تاريخ بشري معزوم وعنيف بل تاريخ وعشي جدا كانت في أغلبية البشر عبارة عن قطعان تسطو بعضها على بعض الآخر بحثا عن مكان آمل والغذاء الوفير المجتمعات القديمة لم يكن تستطيع أن تعيش لم يكن أكتفاء ذاتي فلا بد أن تسطو وتغزو الآخرين وهذا كلها أنتج منظومة الزواج ومنظومة السلطوية ومنظومة الأديان بأكملها مشكلتنا بالتالي عصرنا الحالي أننا ما زلنا نعاني من سلطة القوة نفسها التي تكرت هذه المنظومات الاجتماعي القديمة المتصدقة فمثلما ورقنا عاداتنا وأدياننا ورقنا معها وياها قادتنا وأحفاد ممثلها ومن ابتكرها قديما أو الطبقة التي أنتجتهم نلاحظ الآن معظم المتحكمين هم أولاد 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 هذه الطبقات المتحكمة والتي تعتبر نبسها من ذوي الدم الأزرق مشكلة أنا أعرف سيحتاجون كثيرا على هذا الكلام مشكلة هؤلاء نقول أنه من يحتاج أنه يثبت يثبت أبوديته وخضوها لهذه السلطات باستخدامه ما سيستخدم؟ سيستخدم منطقها نفسه بتبرير وممارساته يعني ما سيكون لديه خطاب خاص به سيتحدث بخطابها التي تلقى عليه منذ الولادة فعندما أنا سأسمع خطابها التي يحتاج بالتأكيد سأقول هذا خطاب المؤسسات نبسها التي لقيتنا جميعا عليها وخلتنا نتحدث بهذه الطريقة منها عبرات ديوت وقصة وأنت كذا وأمك أختك خالتك سيتحدث بهذه اللغة التي أصبحت سمجة ما لها علاقة بعقلية الإنسان المعاصر اللي يحترم نفسه ودائما يحاول يفكر ويجد حلول لمشاكله ومعازقة بعيدا عن الأشياء الموروثة والجاهزة التي ما قاد بالإمكان تقبلها بدون تفكر وتفكير وتنحيص وتحليل وتفكيك شديد طبعا الزواج بالتالي هو منظومة لنشر الكراهية وليس لنشر الحب ولا يؤسس للحب الزواج لا يؤسس للحب يؤسس للعبودية ولا يؤسس للحرية يؤسس للطاعة ولا يؤسس للحوار يؤسس للسعق الشخصية الإنسانية وفرص الإبداع الفردي بدلا من أن ينهض بها بدلا من أن يجعلها تتفتح في بيئة يعني رحبة وشاسعة وبيع كل احتمالات وهذه البيئة الجميع يتواجدون بها ويفعلون ما يرغبون في النور وليس في الظلام وليس تحت هاجس الخوف وشبه الخوف لاحظوا مثلا كيف يتحدث أولياء الأمور عن الزواج هم ما ينتقدون المنظومة اللي يخلقوها بأنفسهم بل ينتقدون من يسمونهم الأزواج يعني حتى أن الجميع مثلا يتحدثون عن الزواج فاشل ومشاكل زوجية ويتحدثون عن انتشار ظهرة الطلاق ومشاكل ورثة وحقوق الزوجية والمهر والصداق والأيتام وزوجة أب وأم وخيارات زوجية وزنة وعهر وفساد أخلاقي وفاحشة جنسية وزوجة ثانية أو أشيقة وزواج مسبار هاي كلها كلمات قاموس هائل كلها جزء لا يتجزء من حديثنا اليومي الحقيقة هي كلها عبارات كلها قاطبة عبارات تهرب من مواجهة الحقيقة تحاول أن تجمل الواقع وتقول لنا ضمنا ودون أن نشعر أمران أولا أن منظومة الزواج أمر حتمي والجزء لا يتجزء من طبيعتنا البشرية ثانيا أن المشكلة لا تعلق بالمنظومة بل بالإساءة لها هي نفس جماعة التنمية البشرية نفس المنظومة الدين دائما فالرجل دائما يقول لك ما طبقتوا الدين تكون المشكلة بكم كأفراد يعني لا يحمل نفس المسؤولية يحمل المؤسسة يحمل مسؤولية للأفراد لأنهم لم يتبعوا وهكذا جماعة التنمية البشرية لماذا الحكومات شجعة التنمية البشرية؟ لأن دائما يتعدى قدرات خارقة لازم تتبع على نفسك ولازم تقاوم وتكافع بطريقة خفية ما تشعر بها أنهم ماذا يقولون؟ يعني المضمون يعني النسق وين يتوجه؟ يتوجه لأنهم علموا بالحكومات ولا بالسلطات السياسية لأنه بك أنت أنت الدقوة خارقة ما مسغلها أنت المذنب فهكذا نفس الفكرة فكرة الزواج وأسسة الحب هي نفس الفكرة المشكلة بك أنت الحب مرتك مصحيح أنت الحب تملكي ويسوي لك قصص وكذلك الزواج أنت ما أديت حق الزواج ويعني دائما هناك نوع من الانحياز التوكيدي الجاهز الذي دائما ما يتخاطب الذهن والشخص نفسه إنما يخاطب أو يحاول يحافظ على القطيء كما هو هذا الاسلوب بالمناسبة قلت نتبع كل تفاصيل حياتنا وهذا ليس اليوم البارحة من آلاف السنوات ودائما نقول كما المشكلة بالدين أن المشكلة ليس بالدين ومشكلة بتجار الدين ولا في العقيدة نحن أسئنا استعمالها الغاية ماذا كل كما أشرت هو تهرب من مواجهة تصل بالمشكلة وتركها على حالها فقط نطلق تبريرات ونظن بالتالي أننا حللنا المشكلة ونروح ننام وتاني يوم تقلق الدين وتحترق الدين الفضيحة أين؟ أننا جميعا نعرف أن ما نقوله مجرد تبرير ما يهدف لأي إصلاح ماذا؟ فمن يقول مثلا أن المشكلة بالمتزوجين أو المتدينين وليس في مؤسسة الزواج أو الدين ما يقولون تعالوا نعالج المشكلة ونحسن الأمر يتركوها معلقة هكذا دون ألاج بس يطلت فيه ويسكت وإلا سمعتوا يوم الأيام أن هذه المؤسسات سوت مؤتمر ببيناتها وحسمت جميع المشاكل لا ما زال الكل يصرخ هذا ليس الدين الصحيح هذا ليس الدين الصحيح هذه المنظومة غلطة مو غلطة إنما الناس هم الغلطة وما يحد يقعرف أين هذا الشيء الصحيح سواء الدين أو زواج أو أي منظومة وينها؟ المؤلم أكثر لأي مؤسسات لا يوجد طالب تعالوا طلعوا هذا الدين الصحيح أو الزواج الصحيح أو المنظومة الصحيحة تعالوا نختبرها دائما نفكر من الأعلى يعني أدنا التفكير فوقي وانا نحاول أن نجي نطبق الفكرة على الواقع وليس أن ننطلق من الواقع ونحاول أن نشترح أو نؤسس لواقعنا كما هو وضمن ظروفه وضمن مشاكل معالجة المشكلة أولا بأولا مو نقول هذه المشكلة سببها إحنا مو المنظومة أو الفكرة اللي خلقتها مو المنظومة ونحن نطبق على هذا النظام عن طريق الدين وعن طريق المجتمع وعن طريق السلطات السياسية وعن طريق السلطات السياسية يعني الزواج هو مرتبط بالدين مو مرتبط بالأقارب هذا وهم ولا بالمعارب بالدرجة الأولى لا مرتبط بالدين وإلا شنو سر وجود رجل الدين بين عائلة تتصاهر مع عائلة أخرى لماذا موجودة وماذا دخلت المواقع يعني هاي الكلمة أو الوثيقة اللي رح يوقحها اللي يأتي بين عائلتين يقعدون على قنفة أو كنبة ويأتي يوقع ورقة هو شنو علاقة بهم ممكن يسويها بدون أي شيء هم شهود اثنين مشهود ماذا المشكلة هو يضع هذه الورقة يكتبها هذه الورقة حتى ما قبل ما كان لديك الورقة بس مجرد كلمة هو وفجأة يشعر أن الحاجز بين اثنين جنسيا اللغة كأنه مع فأج سحري هو كلمة مجرد كلمة يعني شيء يضحك بالله يعني هاي الكلمة كانت هي التي تمنع الاتصال بين شخصين حرين و وأتهم يعني يعني شخصية أو أضحة يعني شنو سر سلطة هاي واقعة هاي الكلمة التي تخرج من شفاه رجل يأتي من معبد ما خصيصا لكي يبيه الاتصال بين الجسدين السر هنا مفهوم مثل ما قلت هو فرض سلطة المجتمع وهو نوع من تبادل المصالح بين عائلة جديدة تعلن بأنها ملتزمة ومطيعة وبين مجتمع يقدم الحماية والدعم الاجتماعي الزواج هنا يصبح اختراع بشري خالص يعني ما نقدر نكتشف مجتمع بدونه ولا يمكن أن لأي مؤسسة بالمجتمع أن تتخلى عنه إلا في بعض الدول في العقول الأخيرة ليش؟ لماذا؟ لا بد من الإتراب أو حسنات بها لكن ليس بقدر الكافي لأنه يحل مشكلة تربية الأطفال ويحل مشاكل كانت قديما طبعا التعاون من الحصول على الغذاء يوزع العمل بين الرجل و المرأة وبالتالي عائلة متكونة من هذا الزواج هي تصبح خلية أو جزء أساسي من المجتمع ككل وتصبح وسيلة نشر وترسيخ قيم و ثقافة الجماعة البشرية وتوارثة لكن فكرة هذه المؤسسة البداية من الزواج غير بريئة لجب أن نقول هذا والهدف منها يتعلق مدى ثقة الأب بأن نسلة ينحضر منها مباشرة وهذه المسألة يربطها علماء مبدأ الصلاة الدارويني الذي يبحث فيها الذكر والنساء عن نسل قوي و قادر على البقاء هذه خلتها من كتاب اسمها بلو الإنسان صفحة ثمية و ثمانين كسر سبعة و ثمانين هكذا وظائفة في الزواج بالتالي لازم نحصرها بأربع وظائفة أولا إن جاب الأطفال ورعايتهم وهذه طبعا بمناسبة لتولى أمرها الجميع مو الأب والأم فقط مثل ما نظن إحنا بل أنهما مرغمان على اتباع إرشادات وتعليمات سطات المشتبأ الذي يشون فيه رغم أنفهم يعني هما هما مشرفين على تربية الأولاد وفقا لقيم المجتمع الوظيفة الثانية منحة الشرائية اللازمة لهؤلاء الأطفال حتى يدرجون بالمجتمع أو يمرسون حياتهم لكن هذا ما يتم إذا ما كانوا أباء مطيعين يعلمان أشيء علمونا علمونا ثقافة المجتمع المحيط بهم وهذا يفسر لماذا يعني تقتل أو تنكر بعض المجتمعات الأطفال اللغطاء أو اللي معتهم أباء السبب أنه أن هذا الطفل سراح ينشأدون أن يعرف قيم المجتمع اللي هو فيه هنا القضية وهذا مرفوض قطعا من قبل يعني أولياء الأمور أو ذكور الجماعة الكبار أما الأمهات المطلقات أو أتن أولاد مشكوك بشريتهم فهذني اجتماعيا يعني شريتهم فهذني عانا دائما وغالبا من أسوأ أحوال التهميش والنبذ والتحقير الوظيفة الثالثة للزواج هي الضبط النشاط الجنسي يعني كانت المجتمعات الغربية عكس المتوقع طبعا من أكثر المجتمعات تشدد في هذا الأمور حتى القرون الأخيرة أو حتى القرن بداية مطلع القرن الماضي الفائدة الرابعة أو الوظيفة الرابعة الزواج بنسبة كبيرة منها هو هدفها دمج المصالح مو دمج القلوب نحن نفهم مو يعني جمع بين قلبين لا جمع بين مصلحتين وها ربعا تقف خلفها دوافة اقتصادية مو جنسية كما نظن وهو يستخدم بالتالي الجسد الإنساني كوضاع تباع وتشترى وهذا يفسر سبب وجود المهر أو الصداء اللي لازم الدفعة مقابل استغناء عن خدمات أحد أفراد العائلة مثل العلماني يقول بالزواج ما يتزوج الرجل المرأة بل انما الحقل يتزوج الحقل والماشية تتزوج الماشية والكرمة تتزوج الكرمة أي عنبة تتزوج العنبة بالتوراة أيضا تزوج عقوب براحيل مقابل ماذا؟ مقابل أن يعمل والده لفترة من الزمن في بعض المستمعات الرجل لا يدفع مال حتى تعويض لتعويض خسارة جهد المرأة بالعكس المرأة هي التي تدفع لماذا؟ لأن الرجل سيتحمل مصاريف تربية الأولاد تكاليف الزواج وهي ستكون بهضة في بعض المناطق ما يقال أيضا قبل أن نختم ما يقال عن الحلاج في المجتمعات الغربية هو طبعا الدعاء يروق لأشاق المجتمعات القديمة مثل مجتمعاتنا دائما يتهمون المجتمعات بالحلال الحقيقة هو شكل العلاقة اختلف بين رجل المرأة ما هذا الشروط للقاء الجنسي بين بيناتهم نفسهم الجنس بين الطرفين ما هو حجر الزاوية أو أساس العلاقة الجندرية بين بيناتهم إنما التقارب النفسي والاجتماعي والتخصص والمهنة والتحصيل والوضع الاقتصادي ولو كان من صحيح أن العائلة الغربية منحلة فهذه السطورة لا يوجد أي وجود تصور الناس كأن هذه السورة الموجودة في ذهن المجتمعات الشرقية تصور الناس كأن الأطفال بالغرب يعيشون في مجتمعات أو في أقفاص وكانتونات متخصصة هذا الشيء غير موجود وغير صحيح أعود إلى منطلق حديث وأقول أن الزواج هو أكبر خطأ يرتكبه الإنسان وأتمنى أن وهذا يعني بالضرورة أن أنني أدعو إلى الحلال وما إلى ذلك إنما أدعو إلى التفكير بليا بالأمر أكيدا عندي نوع من الشطط في بعض الأفكار لكن لا بأس أن نطلق حفكار وقالوا عن خطأ أبدلها وهكذا علينا أن نفكر جليا لأن النتيجة ما هي النتيجة؟ نتيجة أن نتخلص من عشرات المشاكل التي هي جزء خطير من حياتنا كلنا نعاني من هذه القضية الخطيرة على كل حال أشكركم وأشكر أنساتكم وآسف للإطالة ومع السلامة